الخمسة صباحاً أثنية بتوقيت جرانتش موجز إخباريتكم من القاهرة أهلاً بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان وتوفير ما يلزم من خدمات إغثية وطبية وغذائية في المعابر البرية بين مصر والسودان توجهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة ووزير الداخلية وذلك في إطار المتابعة المستمرة لعملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان الشقيق وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات عملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتسهيل عودتهم لأرض الوطن دون عوائق يتوجه وزير الخارجية سمح شكر اليوم الاثنين إلى تشاد وجنوب السودان وذلك في إطار التنسيق والتشاور مع دول جوار السودان حول تطورات الأزمة السودانية وتأثيراتها الإقليمية والدولية وسبل تنسيق الجهود من أجل حلها حفاظا على سلامة الشعب السوداني الشقيق واستقرار دولته صرح سفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية يحمل خلال الزيارة رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نظريه التشادي محمد إدريس ديبي والجنوب السوداني سالفا كير أعلنت مصر إعفاء سفينة الخدمات والإنقاذ التي تسهم في تنفيذ عملية إنقاذ خزان صافر قبالة السواحل اليمنية من رسوم عبور قناة السويس خلال رحلة الذهاب للشواطئ اليمنية وذلك كمساهمة من مصر في الجهود الدولية ذات الصلاة وذلك استمراراً للجهود المصرية في المساهمة في المساعد الدولية لتسوية الأزمة اليمنية ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق حيث ستقوم هيئة قناة السويس بعفاء السفينة من رسوم عبور القناة وكانت مصر قد أكدت استعدادها لدعم الجهود الدولية للإسراع في تنفيذ عملية إنقاذ خزان صافر وتفادي أي تداعيات بيئية أو ملاحية محتملة قد تنجم عن عدم التعامل مع هذا الوضع يكتمع مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الفترة القليلة المقبلة لأعلان تفاصيل ومواعيد الجلسات قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان إن جلسات الحوار الوطني المقبلة ستنطلق خلال أسبوع أو عشرة أيام مشيرا إلى أن التنوع والاختلاف كان سمة مؤكدة خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني قال مسؤولون في العاصمة الأوكرانية كييف إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا في ضربات روسية على المدينة أكد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في انفجارات في منطقة سولميانسكي بالمدينة وأصيب اثنان آخرا عندما سقط حطام طائرة مسيرة على مبنى من طبيقين كما أفادت وسائل الأعلام الأوكرانية بأن صافرات الإنذار دوت في العاصمة كييف ومناطق أخرى من البلاد للتحذير من غارات جوية أعلنت روسيا إجلاء أكثر من 1600 شخص من بينهم 660 طفلا من المناطق القريبة من محطة زابوريجيا النووية مشيرة إلى وضع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في مركز الإقامة المؤقت المخصص لسكان مناطق خط المواجهة في منطقة زابوريجيا في برديانسكا يأتي ذلك غدا تتحذير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من خطورة الوضع حول المحطة النووية يكتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الجمهوريين غدا الثلاثاء في مسعى لرأب الصدع بشان أزمة سقف الدينة سيحضروا الاجتماع زعيماء الجمهوريين في الكونغرس رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكانل ختام الموجز مشاهدينا ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكستر نيوز من خلال أبل سور أو جوجل بلاي أو من خلال الكير كود ظاهر على الشاشة شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء